اشتركوا في القناة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أهلنا في ربوع ليبيا أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبتدي الحلقة كالعادة وكالمعتاد رسائلنا في بداية الحلقة في موقف صار يعني يعبر عن حالة معينة دوينا عليها نحن بما فيه الكفاية لكن كيف ما قلت لكم مقابل نبوها الديدان امتعنا انذكروا بيها في كل حلقة وهي ما معنى ثورة 17 فبراير ما قيمة ثورة 17 فبراير واحد قالوا خشل الكوشة لأيام هذين بعد ما رفعوا الدعم خشل الكوشة ولي قال خبزة معرمة وشراها خبزة ولما طلع برا مسك الشكارة في يده وقال هذي بجنهين ولا بثلاثة وبدأ يخطب وبدأ يحكي والثورة كذا وتركب في ثورة 17 فبراير وخلطها تخليطها وبعضها اختمت انه يبقى معمر يبقى معمر خير من الوضع اللي هو قاعد فيه الموضوع هذا لا بد اني لكتوه لقد صح لا بد اني فهموه شيني عبر هذا طبعا هذا يدل على ان النفسية مازالت مش مش مستوعبة مازالت مش مستوعبة مازال مش طالع من 42 سنة مازال جاعد فيه هنا هذا لكن بنقول لها ثورة 17 فبراير اول اول افضالها بعد الله سبحانه تعالى اول افضالها عليك انت يا مواطن انك قدرت تقول الكلامها ظاهر قدرت تنتقدها مصبيناش على الكوش نحن طوابير على الفجر مكناش نمشوا لجامع للأسف ونطوبروا على الخبزة طوابير على الخبزة باش نحصلوا فرادي خبزة وتقدر تكلموا ولا بالعكس والله اوه ما شاء الله تحصل خبزة صاخمة وتروح تجري الحوش هذه ابسط شيء ابسط شيء اعطت لنا ثورة 17 فبراير انك تصبي في وسط النهار والجائلة وتخطب كيف ما تبي وتنتقد كيف ما تبي ولا لا قبل ما فيش كلام هذا انا حبيت هذه يعني ما نبيش نحكي فيها واش لكن حبيت نذكر بها ارى ان احنا في نعمة في نعمة الاخطاء والنواقص وانه الانسان يموت هو عايش فيه الاخطاء والنواقص هذه من عند الله سبحانه وتعالى لكن انك انت في وضع يختلف على الوضع اللي فات مفروض الانسان نترحم على شهدائنا ونذكر ثورتنا بخير مفروض انه هي اللي خلتنا نقوله الكلام هذائي هي اللي خلتنا نعبره في وسط الشارع نقوله هذا غلط وهذا عيب وهذا صراق وهذا مفروض يدير ومفروض يدير قبل ما فيش كلام هذائي وتحق فيها بعينك زي ما يقولها تحقها بعينك وما تطق هذا تحق فيها وما تقدرش نتكلم هذه حاجة الحاجة الثانية بعده على السريع في الحلقة اللي فاتت لما سمعنا على البيان اللي درتها جمعية ضحايا حربة شاد وانهم كيف دروا تكريم للأسير المهزوم انه هو رئيس فخري لهذه الجمعية قلناها نحن في الحلقة اللي فاتت فاليوم لقيت واحد بأث لي رسالة حقيقة برك الله فيه ويشكر قال لي مدام يا سيد سعد مدام انتو يعني مدام فيه رأي بحطة الاسير المهزوم هو رئيس جمعية ضحايا تشاد انا عندي رأي ان الاخ البطل عبدالله السنوسي حتى هو نحطه رئيس فخري بحكم انه هو بعيد علينا شوية يعني ما يقدرش يطلع ولا حاجة فنحن نبقى نحطه رئيس فخري على جمعية مذبحة شهداء بسليم بحكم انه هو طبعا اللي قايدها فنحن نحطه رئيس فخري ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وارجو الربط من عندك ايضا ايضا حتى جمعية الايدز ولا كذا عادوا تشوفوا من اللي مسؤول عليها وهو اللي قاعد عند ربي مفروض نحطوه رئيس فخري حتى هو مدام نحن بدينا نحطه في الروساء اللي يسبحونا واللي اكتلونا واللي يشردونا نحطوا فيهم رؤساء فخريين على الجمعية هذه خلاص كملوها بالمرة نص الله انه يلطف بنا هذه الرسالتين ارجو ان يكون ان وضحات واللي هن معنا الرسالة الثالثة والاخيرة ونبيكم تركزوا معي شوي فيها الايام هذينا اول الوقت هذا يعني انهم كثريين نحن على الاتجاهات الاسلامية والاتجاهات الاسلامية ونطعنا وفيهم وكذا 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 ونستغلوا في الاختلافات اللي بينهم وكذا وننتقس منهم وانا انا بنا نحكي نوياكم شوي بنافهمهم ع بعضنا اول مرة المعلومة اللي اظن متأكد منها انا ومتأكدين منها انتم خاصة اللي عنده شوي طلاع على موضوع حضاهي لا يريدوا بهذه الأمة الا خيرا الا يبو به خير لهذه الأمة يهتم مجد هذه الأمة عزة الاسلام ترجع من جديد رآية لا اله الا الله محمد رسول الله ترتفع من جديد يعود شرع الله سبحانه وتعالى لقيادة البشرية هذه يجب ان نكونوا مسلمات عندنا الاتباع هنا بدأ الخلل الاتباع في الاتجاهات هنا بدأت الخلل بدأت النفوس بدأت كذا كويس قبل هذا كله التأثير انا نحك فيه التأثير اللي خلينا نحكو على الاتجاهات الاسلامية بهذا الشكل وننتقصوهن ومناش طيقين نبكلوا قعدنا نسمعوا اسمهم بس نتقزز منهم كويس ش اللي خلانا نقولك في ظني والله اعلم في ظني ان هي ثقافة اثنين واربعين سنة اثنين واربعين سنة زرعت في عقولنا وفي افكارنا وفي ارائنا انما فيش حاجة اسمها الاتجاهات وان الاتجاهات هذه علامة خطأ وان هذه خيانة من تحزب خان اعطى الله ان الايات امتأت حطها لنا بكتاب الاخضر وقال من تحزب خان بطريقة او اخرى الناس سواء قصدوا ولا ما يقصدوش هذه الكلمات اثرت في عقولهم وقعدوا ماشيين بيها فكونا يا جماعة لا اتجاهات لا شيء في الوقت اللي اما صراحة يعني في الوقت اللي اما حاربوا الاحزاب حاربوا الاتجاهات حاربوا حاربوا لكن درون حزب اللي جان الثورية ولا مش حزب اللي جان الثورية حزب له عضوية له مقارات يجتمع فيهن له قرارات يصدر فيهن في مظاهرات يدر فيهن في اجتماعات علنية في مهرجانات يدر فيهن هذا اللي جان ثورية واصبح كيف الشعار لا ثوري بدون لجان ثورية ولا ثوري بدون فقه ثوري هذا حزب يا جماعة هذا حزب برئيس باعضاء بعضوية بكذا بالرهبان بتاعب الراهبات هذا حزب متكامل اللي جان ثورية في الوقت اللي يما كان يحاربوا فيه في الاحزاب ارجو انه هل يكونوا مركزين معايا في الكلام هذا واضح كويس اللي متأثر الى الان ننقولها بكل صراحة اللي متأثر الى الان بالحقبة الصوداء اللي فاتت هذي ومتأثر بالمن تحزب خان جاء تو يحرض على الاتجاهات والاتجاهات وكذا كذا كذا اذا انت مشيت على هذا الخط فانت ممن اثرت فيهم ما قولت من تحزب خان وما زالت هذه التربية ما زالت تصول فيك هذا كلام لللي ينتقد تونا نحكي للاتجاهات توى كلامي حيكون للاتجاهات ننبو ثلاث اشياء ننبو ثلاث اشياء نشرطوهم على الاتجاهات هذين انا وياكم انتو هلنا واصحاب الاتجاهات ابنائنا واولادنا وكنا في بعضنا مجتمع ليبي واضح الحمدلله رب العالمين من علينا الله سبحانه وتعالى بثورة سبعة سبراية معاش عندنا حاجة في الخطاء اللي عندها يقول لنا فانا نقول والله اعلم من خلال يعني هه تفسيرنا لبعض الممو نقولوا ثلاث شروط نشرطوهم على الاتجاهات هذين اول مرة يكون عندهم الفكر متاعهم ولا المنهج متاعهم يكون واضح واضح ومتوفر يقدر يقراه واحد في اي لحظة افطنوا هه هذا الشرط الاول لابد صاحب الفكر ولا صاحب المنهج ان يكون منهجة وفكرة يكون واضح يقدر يتناوله الناس ويقرؤه هذي وحدة الامر الاخر عدم استعمال القوة في فرض الرأي في فرض الفكر متاعك في فرض المنهج بتاعك اياك 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 انك تستعمل معنا القوة القوة نحنا ضدها كونا مسلمين مسلمين ما يزيدش على لنا حد كونا دولة اسلامية دولة اسلامية موحدون موحدون فضل الله سبحانه وتعالى كيف ما قلت من قبل فينا المقصر فينا المؤخر فينا المقدم هكذا نجهل في بعض الامور نقدر نقولوها بكل صراحة لكن مش معنى ذلك انك ان تجيب رأي تفرض علينا بالقوة لا اي رأي مرفوض بالقوة مهما كان هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ولا بد يكون متوفر عندك يا صاحب الاتجاه انك تقبل الرأي الاخر ما تدير مناش البلاد على سب الراي متاعك يا اما تجيب رأي يعني اصحاب الاتجاهات اللي مقابلينك عارفين احنا عندنا اتجاهات توا ما يدرش حد ينكره احد اتجاهات وقلتلك من المؤسسين شين يقصدوا بهن لابد انت كصاحب منهج كصاحب رأي لابد تعترف بالغير باحقيته في الحياة واضح الامور ولعل انتذكر انا توا الناس اللي فاهمة يعني اللي تقول لانها عندها اتجاه عندها فاكر تذكروا لما هارون الرشيد بلب من الامام مالك كتاب يجمع فيها اراء الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه سلم يجد كتاب فقه للعبادات انصح التعبير كويس دارنا موضع الامام مالك الامام مالك امام المدينة دار كتاب سماها موضع الامام مالك من شدة اعجاب هارون الرشيد بهذا الكتاب يبي يفرض على الامة الاسلامية بالقوة قال لابد وتحرق جميع الكتب يفرض عليهم هذا الكتاب وتستوي الامة على رأي واحد فقال الامام مالك رضي الله عنه وارضاه قال له يا امير المؤمنين اذا هي الفتنة اذا هي الفتنة فالصحابة رضوان الله عليهم توزعوا في الامصار يعني توزعوا في البلدان على حسب الفتوح الاسلامية واصبح كل واحد عند رأي سامعة من نبي صلى الله عليه وسلم وسامع منا حديث وهكذا اذا كان اجمعت الناس على رأي واحد معناها هي الفتنة وشددت على الناس كذلك احنا نقوله على اصحاب الاتجاهات اذا كان فعلا نية كم صحيحة تبوا اتعاونوا الناس على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى تبوا توحوا الناس تبوا تمنعوا المعاصي تبوا تؤبروا بالمعروف تنهوا عن المنكر الرأي اللي مقابلك اياك انك تدير لي معا مشاكل اذا ثلاث شروط لا بد لنا يكون الواضحات تمام وهكذا نحن نتعامل مع الاتجاهات اذا كان نحن نتعاملنا بهذا الشكل معاهم وهم جون بهذه الطريقة اذا ما فيش مشكلة لكن اذا كان تخلوا على هذه الشروط واقلبوها لنا حروب وعصبيات وهكذا لا 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 هذا معناها ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وتمطبق فينا هذه الايات واضح اي اتجاه مهما كان واضح اياك ان ترفع السلاع ولا ترفع السيف على اخوك المسلم اللي عنده رأي حتى هو نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا هذه الكلمات في حق الاتجاهات الاسلامية دوينا الهلنة ودوينا الاصحاب الاتجاهات الاسلامية رد باكم تخشونا في حيص بيص نفتكهم نجمعات الاسلام نفتكهم الامراض نفتكهم من النظام الباعد تردون انتوا على بعثكم ويقعد رايي ولا بلاش لا هذي يفتح لك ربي هذي يفتح لك ربي لعل تول ما حدث يعني اجايب وان كان ما نقدروا مش نحملوها كاملة لكن قضية الخطف القتل في هذه الأيام ارجو انها تكون بعيدة على قضية الاتجاهات ارجو الله سبحانه وتعالى ان تكون بعيدة على قضية الاتجاهات لكن رأي علامة خطيرة علامة خطيرة قضية الخطف احنا عندنا قضاء نحن عندنا دولة بفضل الله سبحانه وتعالى اي واحد عندك مظلمة مننا اتعدي تقدم فيه وتشكي فيه للقضاء القضاء يتولى امره بعدين ربما انت كأنك انت عندك قوة ولا عندك كذبة ربما يستعين بيك القضاء على الاتيان بهذا الرجل ان رفض الحضور للمحكمة لابد انقسوا لثقافة دولة يا ناس لابد انقسوا لثقافة مؤسسات ثقافة قضاء ثقافة عدل ثقافة قانون هكذا هو الدين الاسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا جميعا وبالمناسبة احنا خذنا الحديث ومشينا انسينا نترحموا على شهداء بوابة الخمس وامسلاتها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقن دماء اللبيين وان يرفع بيننا الفتن يا رب العالمين والمؤامرات والخيانات والجهل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفع عن هذا البلاء يا عرب ما تنسوش قضية عبدالله السنوسي هذه رهي يعني مطلب بصراحة واضح أرجو أن يكون المغزى منه واضح رب دبالكم يا هلنا الراجل اللي قتلكم وشرطكم في تشات وإحنا بالمناسبة والله عندنا فيديو كويستك إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إنجبوه أبوضوه الراجل اللي قتل وشرط ودمر توابا غازية تحطوا ليه رئيس فخري يعني جمعية ضحايا تشات مش عارف يعني ما يقولش بيه عاقل كلام هذا تواب إحنا بنبدأ في حلقتنا وحلقتنا بصراحة حتكون يعني بدايتها حنبدأ في فيديو عضو برلمان المنحل والمنتهية ولايته في طبرق الدكتور بوبكر بعيرة يبي يحكي لنا شوي على السجن الشرعي وعلى واللي غفوه هو طبعا وغفوه من قبل لك المرة هذا إن شاء الله حيكون واضح يعني وإن شاء الله انت بعدوا منها تغفيلها متاحته ويحكي لنا بصراحة اللي موجود في سجن جرنادا وكيف الحكومة هذه المنتهية ولايتها كيف تبي تكون يعني حالتها مع المساجين وكيف يتعاملون أرجو أن يكون الفيديو جاهز يا شباب اتفضلوا هذه المجموعات المسلحة التي تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان كما ذكرت لك سابقا أختي كريمة البرلمان يشرف على الجيش الليبي الذي بدأ في شكل عملية الكرامة نحن نحارب الإرهاب بصورة واضحة نحارب الجماعات الإرهابية بسفئتها مثل عملية الكرامة يا سيد أبو بكر بعيرة واضح التأرير أن الغارات الجوية التي شنها عملية شنتها عملية الكرامة أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين أختي الكريمة تعرفين ما يعرف بكل ترى الجمش لما تكون عندك حرب لابد أن يحصل نوع من الضرر الغير المقصود أو غير المقصود وبالتالي نحن إذا كان ذلك ضرر غير مقصود يا سيد أبو بكر بعيرة احتجاز ألاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال تقع تحت إشراف الحكومة وفي مراكز تديرها جماعات مسلحة يعني إذا كان قتل المدنيين في ظل الحرب قد يكون أمر مبرر لأننا في حرب ماذا عن احتجاز ألاف الأفراد في سجون تشرف عليها الحكومة هذه جماعات إرهابية يتم القابض عليها من لم يؤث منهم يقبب عليه ويوضح في سجن وشكلت لجال لمتابعة أوضاحهم فردا فردا ماذا تعملين بالجماعات الإرهابية عندما تقبلين عليهم استحنا عم نحكي عن الألاف يا سيد أبو بكر بعيرة عن ألاف هذه جرائم تقوم بها جماعات خارجة عن السلطة مارقة وإنتم يا سيد أبو بكر أعتقلتم هذه الجماعات التي لديها ألاف الأفراد ووضعتهم في السجون لأنهم يعني جماعات إرهابية نحن عم نحكي عن ألاف عم نحكي عن مئة أو مئتين عم نحكي عن ألاف هذا ما ذكره التقرير ما يوجد في شرق ليديا الآن ألاف الجماعات الهربية تأتينا من مختلف الجنسيات نحن نحارب الإرهاب إذا كانت أمد كذلك يا سيد أبو بكر بعيرة لماذا يتم الكشف عن هؤلاء الأفراد وعن هذه الجماعات ضمن بيانات واضحة وصريحة موجودين في سجل رسمي أي جهة حقوقية دولية أو إقليمية تستطيع أن تأتي منطقة جرنادة معروفة السجل موجود فيها مباكر بعيرة أنا نحترم اللي كبرسنة ولي أنها من دائرة بنغازي لكن حقيقة انتخبناها اللجنة متاخبة وأنا شخصياً أعطيتها صوتي في لجنة الحوار أنا أعطيتها صوتي لأنني رأيت فيه الكفاءة ورأيت فيه إنه ما يساومش وإنه ما يبيحش القضية وإنه ما ينضحكش عليه إنه ما ينغفش وما يقدرش حد يغفه عرفت لكن حقيقة ما صارش مننا كلاما ضايق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكيد عرف كم أنا وإنتوا بتركزوا عرف كم تبوت تنرفزوا وتبوت تضايقوا لكن هذا الواقع أنت أنا للأسف يعني هذا بضعتنا هذا اللي كتاب علينا الله سبحانه وتعالى به يعني الرجل هذا بلغ من العمر يعني ما شاء الله وبلغ من العقل ما شاء الله وبلغ من العلم ومن الدراسة توا لما يقول ألاف معقولة الكلام هذا ألاف إرهابيين جوا من بره كلهم قاعدين في سيش القرنادة بقى الإرهابي لأخيري هذا الشيخ صلاح سالم الحاسي صلاح سالم الحاسي أعيان البيضة قاعد في جرنادة يا دكتور هذا واحد من الإرهابيين يعني حتى المذيعة ضايخة قالت لها نحكو على ألاف نحن ما نحكوش على جماعات جماعات زي ما تقول والله إذا كان قلت مية ميتين ثلاثمية نقوله لكن آلاف قلولك آلاف يا راجل في واحد يضحب هلا بهذا الشكل وبعدين أعطاه فيه تزكي يا راجل له قال الراجل والله نحنا اخترناه نحنا كذا ونا حتى عطيته صوتي لكن للأسف والله للأسف يعني ما قدش الشيء اللي نحنا طلبنا عليه خلينا نأخذوا كلام الدكتور هذا شوية بس سمحوني البرلمان قال يشرف على الجيش الليبي الذي بدأ في شكل عملية الكرامة نحن نحارب الإرهاب بصورة واضحة لما يكون عندك حرب لابد أن يحصل نوع من الضرر الغير مقصود ما حقوله يا راجل يا راجل مدينتك بنغازي حرب تقولها أنت حرب يا راجل كان كما قبضته عليهم اللي حربوا فيك مدام عندك القدرة على القبض وقبضين على آلاف الإرهابيين ما ليش ما قبضته عليهم الكوكبة المباركة اللي قاعدة هذه اللي قاعدة في بنغازي وحرمت عليك بنغازي يا دكتور حرمت عليك بنغازي تخشها ليش ما قبضته عليهم حتى هم بعدين يا دكتورنا بنذكرك أنا رأى السجن فيه نساء أخرى حتى هن الرهابيات شيئت من برا رأى فيه نساء فيه عدد من النساء ما بين خمسين إلى ستين مرأة ممسوكات أي عار هذا اللي قاعدت يعني أنت راجل نائب وراجل برلماني حتى أنت منتهي أولايتك لكن تسمى برلماني أنتوا مازلتوا بسكرين روز على أن كم برلمانيين أنت هل الدينك في العالم أنت أنت قاعد تأترف وريني وريني اللجنة الحقوقية اللي قدرت تخش قرنادة وين هي اللي التضامن طالبت كم مرة عنا جي تشوف قرنادة ما قرمارة رضيتوش انتو لابد لما يكون عندك حرب لابد أن يحصل نوع من الضرر الغير مقصود وبعدين لعلمك أنا بنذكر كراه التقرير تقرير أمامي عارش معنى أمامي يعني الأمم المتحدة بالمعطيات اللي عندها بالنخبيط اللي عندها بالتخريف اللي عندها قالت عليكم منكم سجون غير شرعية وسجون غير صحيحة وهذه الأعداد انت تكذب فيها وانبالغ فيها قال هذه جمعات رابية يتم القبض عليها من لم يمت يتم القبض عليه ويوضع في السجن وشكلت لجال متباعتهم فردا فردا الله أكبر الله أكبر المشايخ اللي طلعتوهم من الصلاة طلعتوهم وهم يأموا في الناس في صلاة الصبح وذبحتوهم وحزكتوهم من اللي إرهابي أنا؟ مفروض حتى انت قبضين عليك في صراحة بالشكل هذا مفروض حطينك في جرنادة على القانون اللي انت حاطة مفروض اللي يذبحوا ويقتلوا ويصفوا بالرصاص مفروض حتى هم تقبضوا عليهم وتحطوهم انتوا حطيتوه شوية الإرهابي الحقيقي حطيتوه شوية لكن لكن طلع لوك كلها وفرشها وقبل ودركهم في داية كلهم قلتوا لا 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 طلعوا فكنا مننا عزدي الوكواك ولا ما صارش كلم هذا عزدي الوكواك مسكتوه على اساس انه هو إرهابي الله أعلم هو فيه مشاكل عائلي لكن على كلامك مفروض انه قاعد جوا في السجن هذا هذا قاتلوا وذبحوا ومنفذوا ومخططوا لين كلنا قال الإرهابيون موجودون في سجن رسمي ويمكن لأي جهة حقوقيا تأتي منطقة جرنادة معروفة والسجن موجود فيها وبوهاشم طبعا حق يتوه انتوا في الفيديو بتاعه شين يقول يقول انه أعطاه أعطاه الصوت الابعير لانه كان يعتقد ان ابعيرا ما يمضحكش عليه يعني ما ينغفش لكن بصراحة ابعيرا قالها بروحا قال غفوني هذا الله قال بعد ولا مش مزبوط يا أهلنا الراجل قالها بروحا قال لن قالهم غفوني غف بقى ما يقعدوش غفينك حتى في دوة الآلاف اللي قلت عليه ماذا ولا ما يصيرش ما يقعدوش دفين لك طاجين كابو جاي لين لك قولوا قول تقول ان ليبيا فيها آلاف من الارهابيين تم سجنهم بقى لما يجوها عدل السجن ويلقى فيه ميتين ولا ثلاثمية ولا ألف يقولوا لك الالف وين شا تقول لهم بعدها يا دكتور شا تقول لهم كيف تبتجاوب توا ولا لا وبعدين تقول نوريك بعض الارهابيين اللي اللي قالوا عليه مرهابيين واخطفوهم عدوني صورة تلها الدار كذا معلش تفضلوا هدا واحد من الارهابيين على قوم بعير اللي ما ينقفش راه ايوة اه شنال قالوا عليها هدا اليوم لقوه معزوك مخطوف من دبل امسكوه مرتين حتى هو الله يرحمه يسامح عندنا ما نقوله ها امسكوه مرتين وطلقوه وثالث مرة امسكوه بعد اللقوه معزوك في سي خليفة مكتول ومعذب عليها اثار التعذيب وميت وغيره 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 حدث ولا حرج اللي زمان كانت زمان كانت لما تقعد اسبوعين ما يلقوش جثة يبدروه هم ما يلقوش جثة يطلعوا كلام من عندهم ان فيه جثة لقوهم في كذا وكذا وكذا بيش تقعد المسلسل مستمر بايتوا يا صحوات المجتمع المدني يا صحوات المجتمع المندني ياللي ما تخافوش الله قعد الرمي على تبريك كيف سلامه عليكم في بنغازي كيف سلامه عليكم يرموا ياخذوه يومين ثلاث وبعد يلقوها وبعد يجوه يكتبوا على الصفحات بتاعهم بنغازي تتعافى بنغازي تتعاطى مش تتعافى بنغازي تتعاطى خلاص بنغازي بنغازي قاعد عليها وحدين متصدرين المشهد ذبح قتل خطف سرقة مساومات كان المواحد بالتليفون كان عندك بضاعة تعال عدين عشر الاف جنيه وخذ بضاعتك ولا كان ما جيتش للحوش بتاعك أنا بناخذوه وإلا نقول لك والله من المضحك يا جماعة والله من المؤلم المضحك واحد بنغازي في بنغازي نكلم واحد مسكين واخذ وجه قاعدا نكلمة قاعد لها معلش أنا نبي نستأذنك قال لا فيش تبي تستأذن؟ قال أنا نستأذنك في الشقة بتاعك بصراحة نبي ناخذها اصلا بنطلع فيها الفرح متاعي هذا راي يصير عندنا في بلادنا يا هو في بنغازي يصير راهو في بنغازي اللي كان يضرب بها المثل يكلمة بكل صحة وجهه وبكل صفاقة معلش يعني بقى هو ما زال فيه خير اللي يطلب في الإذن يعني معلش نبي ناخذ شقتك اصلا ما عنديش شقة ونبي ندير فيها فرح هذا ما ما يعتبره الشرهابيين هذا اللي يحكي على الرهابيين ان شاء الله رب يصلح لنا توى عندنا فيجو حتى هو واللي جبناه هذا هي بعيرة هذا عظهم البرلمان عظهم من النواب المنتهي صلاحيتهم توى نبون جبولهم واحد اخرى عظهم قام يحكي عليهم يوصفهم بالزبط يعطيهم قيمتهم وقدم هذا زيتهم في دقيقهم زي ما يقولوا والله ما وشور من الموظورة هم ما عارفين بعضهم عارفين نوايا بعضهم عارفين ارواحهم كيف يفكروا فتوى نجيبوا واحد منهم يحكي عليهم وخلوكم ركزوا معنا بيش تشوفوا المنتهية ولايتهم هذا كمه شن همهم شن همهم اللي بياخذوا حق برقة برقة المظلومة اللي بياخذوا حق هذا يمص اللي قال لك الاف نحبسوا فيهم ان شاء الله خير فضلوا يشبه ولا يمكن نرضو به المساومة هذي ولا يمكن نرضو بالدم اللي يسال في بنغازي ويزيدو به بنغازي مش الحذرة بنغازي في سيفوسارة بنغازي مكترش واحد يقول لي بنغازي للجميع بنغازي لنا كلنا ظنانا فيها طيب جيشنا اللي في بنغازي خباها حاطيني جنسية هذه هذا يقاتل في ارهاب اذا كان نحن ما سمصرناش اذا كان لما جي ترجع للتاريخ ما سمصرناش من ابو شي الآن رصدت ميزانية فرحناها للبنغازي للنازحين احنا ندى ارتي مشهورة بالاكواخ ابنوا لهم قصورهم كانوا في قصورهم ودمن ما عنديش مشكلة لحاسنا برازقا لكن خلونا نذهب اتجاه بناء الدولة انتوا يبنوكم قصوركم ونحن خلونا في براريك فيش عايب هذا كله من نبو شي لننبو بالحكومة أو لننبو حاجة لما يطلعوا يحكوا البنغازي والله انتحداهم يعرضوا أو يشكلوا لجنة ننطلوا تشكيل لجنة من المجلس البلدي بنغازي والمجلس البلدي المرج ويجووا للمجلس النواب ويفتشوا في الديوان على كمية التذاكر وعلى الفلوس اللي يواخذين هذه جزئية اخرى الاخرى يجووا يتفرجوا اذا كان عجزنا عن اننا نصدروا انطلعوا التسجيلات يجووا همه ويتفرجوا ويجيبوا من يشاء يشوفوا التسجيلات ويشوفوا نواب بنغازي كيف يحكم داخل الجلسة للأسف بنغازي ما طلعش اللي يمثلها من هو قد المسئولية ما طلعش اللي يعرف قادرة ويعرف قيمتها ما طلعش اللي يعرف الناس اللي يعرف الناس الناسيشة ضاهي طلع على اليدها سمحني وبسؤول عليها طلع على اليدها قريبة من فمها طلع على اللي عندها حلم حياته انه يكون وكيل دقيق على اللي مستوه ليبيا وطلع على الاخر اللي اللي حلم حياته كان يدفي بريلة عرفته نعم وتوى قاعد من اسمه يغرف عرفته وكلام واجده والله أنا تجلب في الاسماء لكن راه أنا لا أخشف إلا لو تلأم شغائك يا بنغازي عاد الله غالب يصبر كمب إن شاء الله هذا ريتوس صورة جبنان صورة قبل وبعدها قبل ما يقعد في نايب في البرلمان وبعد ما قعد نايب في البرلمان الله غالب عاد لازم البرستيج عاد لازم لا يمكن أن نرضوا به المساومات هذينها لا يمكن أن نرضوا بالدم اللي يسال في بنغازي ويزايدوا به بنغازي مش لحد راهي بنغازي يعني حتى حكايتك على الدم في بنغازي بصراحة خففها شوية غير حد بنغازي مجهولة بنغازي مجهولة يعني كلنا مخلطين فيها وكلنا دمنا يعني على رأيه وكلنا دمنا سيل فيها فما فيش حد يحكي يقول دم بنغازي ما دم بنغازي يفرج الله عليك يا بنغازي بنغازي لنا كنا ظنانا فيها جيشنا اللي في بنغازي هذا يقاتل في إرهاب معناه ظنانا كم الإرهابيين حتى انتوه والجيش اللي مسكرين روس كم وانتو وتقولوا جيش انتو مسكرين روس كم وتقولوا جيش صح ولا ظني حطيناه كم فيديوهات بما فيه الكفاية حطيناه كم آمر المحور سيد فرج لما قال هذا فتاب جيش عندنا 27 ضابط من أصل 20 ألف ضابط هم اللي قاتلوا 27 هذه من بداية المعركة ولعويلة رب يحفظهم همش مقصرين ما ظني يقعد منهم حد اللي قالوا عليهم الأولين ذك هم ومع ذلك مزالوا مسكرين روسهم على أساس عندهم جيش قال إذا كان نحن ما صمصرناش صمصرعات يفهموا فيهم اللغة هذه هلنا تعرفوها الصمصرع ما صمصرناش إذا كان لما ترجع للتاريخ ما صمصرناش الآن رصدت ميزانية فرحنا لها فرحنا لها مشاعر بغازي للنازحين وقال الدائرة متاعتي اللي هو المكان يسكن فيه مشهورة بالأكواخ ابنوا لهم مقصور هم هذو وين ما كانوا عايشين وما عندناش مشكلة قال لا حاس داني براسقا لغة سيارات هذي لغة سوق سيارات لا حاس داني براسقا ابنوا لهم هم مقصور كويس ونحن خلونا حتى في البغيريكي بتاعتنا لكن خلونا نمشوا بقوة نحو الدولة بالله عليكم على من انتو تضحكم بس اين دولة اللي تقصدوها انتو اين دولة وانتو تحبسوا في عباد الله وانتو تقتلوا في عباد الله وانتو تذبحوا في عباد الله اهو النايب بتاعك توا النايب بتاعك يقول الاف قاعدين في السجن بيتوهمة الارهاب نفس ما يقول بشار عليها لا اهضع حتى يقولك لكن اهم شي الدولة تقصدو ماشين شوها لما يطلقوا ويحكوا على بغازي انتحداهم انهم يعرضوا او يشكلوا لجنة هذا تو يحكي على النواب اللي من تخبطهم بغازي يطيح سعدك يا بغازي النواب اللي انتخبطهم بغازي اه هذين من اللي انتخبطهم بغازي شين يقول عليهم هذا هذا خوهم زميلهم زميلهم في البرلمان المنتهي وليته شين يقول ان انتحداهم انهم يعرضوا او يشكلوا لجنة ان انطالبهم بتشكيل لجنة من مجلس بلدي بغازي والمرج ويجووا لمجلس النواب ويفتشوا في الديوان على كمية التذاكر وعلى الفلوس اللي خذوهم هيخوذ لك هذا كمية التذاكر خذوهم النواب مدينة بغازي اللي مثلوا مدينة بغازي في البرلمان كمية يبدو انها غير طبيعية تذاكر خيالية شي تركيا شي مصر شي الامارات شي المغرب شي الجزائر خوذ منها اللاوي ويحط على كمية التذاكر وعلى الفلوس اللي خذوهم والاخرى يجووا يتفرجوا ويشوفوا التسجيلات ويشوفوا نواب بغازي كيف يبدو ان السائر طبيعية في البرلمان ما يعلم بيها إلا المولى سبحانه وتعالى للأسف وهذه حتوجعكم يا عارب بنغازي لكن هذا هو وقعكم شين قال قال للأسف بنغازي ما طلعش اللي يمثلها من هو قد المسئولية ما طلعش اللي يعرف قدرها ما طلعش اللي يعرف الناس اللي يعرف يا حضرة النائب اللي يعرف قدر بنغازي هم اللي قاعدين يقاتلوا عليها اللي يعرف قيمة بنغازي وعند رابط لما بنغازي هم اللي قاعدين في شوارحة هو محرمين كم محرمين كم تعقدوا جلسة في بنغازي هذين اللي يعرفوا قدرها لكن الأخرين أرجو ان يكونوا اسمعوا كلامك يعني أرجو ان يكونوا اسمعوا كلامه كما قلت لكم انتو زيتكم في دقيقكم عارفيه لما يتذكر عليكم لابوابش تقولوا على بنغازي آهو قال لكم للأسف بنغازي ما طلعش اللي يمثلها من هو جبد المسولية ما طلعش اللي يعرف قدرها ما طلعش اللي يعرف الناس طلعا اللي يده جريبة من فمه يزرط يسرق طلعا اللي عنده حلم حياته ان يكون وكيل الدقيق هذا سيء طبعا في البرلمان بتاعه انه اهم شيء حطوني على الدقيق بس باش نستورط والآخر اللي حلم حياته كان يدف في باريلا وتوجدها دي غرف قصة فيه مواحد من نواب هذيما من منتخبتها بنغازي كان يدف في الباريلا ما احترامنا للناس اللي هالي شغلتهم لكن للأسف تقعد من هذه الوضعية الى ان تقعد تسرق في جوت الليبيين وتسرق في بنغازي وتهدم في بنغازي وتخرب في بنغازي هذا انتو زيتكم فيديقين كما تقولوا وكي ما طلعش اللي يمثل بنغازي ما طلعش اللي على قدر المسولية في بنغازي طلع بس اللي يده قريبة من فمه عليك وصف قوي جدا يفهموا فيها هم اللغة هذي نزعيب بنغازي يريتوتوا قصتكم وين عطوهم ياله والله اعلم بهم عطوهم الاف عطوهم لا بس يصرفول كما خيرا صرفول كم ستين جنيه ولا خمسين جنيه على البطنية كل واحد يعطوه ستين جنيه بششري بطنية ان لله وان يرجعون يرجع بها في المدرسة ها وما نظنيش طبعا يستحيل لكن هاهم بولوا ما نظنيش حصلتوهم ولزوكم من طبرك والمرش ولا لا هذين من نواب بتاعكم هذين يعني رجال بنغازي عرب بلاد بنغازي نسأل الله العفو العافية نسأل الله ان يلقف بينا يا عرب يا عرب نطلعوا فاصل ان شاء الله ونرجعوا اشتركوا في القناة 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 ويحكوا على بعضهم قال ما جاءنا الا اللي اللي يدى قريبا مفمى وريتوا البلاد كم كيفه ريتوا مدينيت كم كيفه ريت اللي قال لما تخش في حرب مرات تضطر انت قال الله غالب هذي حرب تضطر انك تدمر بلاد اه مفهول قاله هكي هو تضطر انك تدمر بلاد تضطر انك تسرج من وراها تضطر انك تأخذ تذاكر وتسافر قال اصدق الله غالب انت قاعد في حالة حرب تضطر أنك تفتح سجون من جديد تضطر أنك تكمل مسيرة القذافي صلى الله قال لا ومع ذلك ما غفوش يراجب عصب ما حكى عليه قال أنا عارفه ما شرشحتش اللي ما غفوش بينما هو شاهده بروحه قال لنقانهم غفوني قال تو في وحدة حتى هي من البرلمان المنتهي ولايته تو تشوفوا الدعاية متاحة لما تبي ترشح في برغازي شن كانت الدعاية متاحها بش يحطوها في البرلمان وبعد حطوها في البرلمان شوف شن الدعاية متاحها برضو واضح؟ تو نشوفوا الفيديو مع بعضنا بش نربطوا القصة اللي قاعدة في البرلمان المنتهية ولايته هذا وش النوعية البشر اللي قاعدة غادي فضلوا من أجل أطفالنا من أجل يعيشوا في بيئة حب و سلام من أجل مستقبلهم من أجل نبنوا مع بعضنا بنغازي منقول لكم يا رب بنغازي بالحب و السلام حنبني مستقبل لأولادنا مش بالسلاح مش بالسلاح و هذه نظام سريمي وهذه كينة الكبسونة اللي هي الكعرباء اللي هي مش بالسلاح لين مفتاح لما تجد هذه مكرورة تشوفي انتي من هامياتي لما تجد هذه هيكي يقصي تقدروا هي بارك الله فيها اللي جاءت زرادنا هنا في محور لقيتي وشافت جمعة المتفجرات كل شي مجهود ذاتي والشي اللي نبوه عندها هي وعرفتها وانا نشكرها نشكرها مارأة مارأة جيد ساحة القتال مارأة جدت لساحة القتال ونشكرها وبرك الله فيها ومينتنا وهي قادرنا في رسول الله سلام مش بالسلاح ريتها الحب والسلام والوئام والله قريب شكيت في روحي نرى ما قلت في ليبيا بالكل هذي طبعا قبل لها نية هذي بعد ما رفعت الماكسة لكن نحن هولي طايحين على روسنا صراحة بعد ما رفعت الماكسة هنا في وسط طرابلس وما فيش واحد أذاها ولا كلمها ولا ششورها ومع ذلك عدت ورشعت على بنغازي وهالناس تغفلوا في بنغازي ورشحوها كانت تقول بالحب والوئام والسلام وهو 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 لشنة ليش كان السلاح عند الرجالة كان السلاح عند التريس لذلك تبي تسحبا هي منهم تبي لبلاد زايتة كل من هب ودبي يخشلها لكن لما طبت عند الكرامة وطبت عند عملية الكرامة وبدأت الحرب على قول الدكتور بعيرة بدأت تزور المرأة السلامة الوئامة الرقيقة كذا قاعدت تزور في الجبهات لا وشوف الجيش اللي قاعدين أحذاها تقول الله يا راجل أنت وتخاف مش وليا والله يا راجل أنت أحذاهم وتخاف وهي الله يسلمك الله يسلمك قال له نحطك على رأسنا أرأيت هذا الراس هذا بيحط عليها أمان من فوق هذا يعلم الله أن مصيبتك مصيبة يا بنغازي مصيبتك مصيبة طايحة طايحة يعلم الله يفرج الله عليك توا عندنا واحد خلح تواهم طايحين تطيح الشباب الله ينوغ قلت تلكم أنا في الحلقة الفادث قلت تلكم عندنا مجموعة مكالمات الشباب الله ينوغ دائرين شغل ما شاء الله لقوة لبالله ربي يحفظهم إن شاء الله في واحد حتوهم طايحين في المصيدة ووراً لهناك والجيش الوطني الليبي هذا بقيادة ددددد القصة طويلة اللي خذيناها توا نشوفوا واحد من قيادات المحور شين يقول لنا إن شاء الله فضل يا شباب اشار الله إن شاء الله رباس عليك عمي إن شاء الله أنستها في المحور قريب إن شاء الله إن شاء الله قريب إن شاء الله قريب وغررت المتقب لان لا يزعون روح لما قويشة والبند وقد الفجأ قويشة شاء الله إن شاء الله المترجمات تقوم بكثيره المترجمات تخسرل الشخص اتضاولت لكيب التكدير لكن يجب ان يجب ان يجب ان اتضرر عرض مرحب و أصحاب مرحب والأسجل و يفق و يخطر و يجب ان اتضغط كيف هيد بلغيب قادرين في الجفع يشفوا لاورا ودروا فروحهم هيد بلغيب وقواك ويقعدين يشفوا لاورا وينظروا علينا قعدوا تحول حسنا ضروري حتى اضم ان ندروا لهم حد ان نزلت بغادي ايضا لهم حد اذا نتقلت بهم والتاته ايش بوضحت لصورة وان تو انت بدأوا وشراجي كثير والنظور يطولون لحل مشكلتك احتاج حدد اهتسك المدين او لنا صدقتي فانت فراشي يجب أن يكونوا مقت Run 실화 هو الوقوف الخوف escuchى لا لا رات الوقوف هتنا نتعلم والوقوف كيف أن الحال؟ السال متقدم لا يقل internationally لا ترجع لصفة مش رايك العالفة تسجيب هذي ه 손بر اللي يحكو عليه الشباب وه함 Lucy كيف ماهم للاسف جروا بهلنا الطيبين اللي مستغفلينام صوارنا قظيم جروا بهم جرية على كيف كيف فك تاو هذا مش كان مريض وكان جلطة وكان قصة وقاعد في الحوش وانا راجل بعيد على هالمواضيع لما جاه الزرط طبعا لما قرصها الأسير المازوم قام على سيحوشة سكت تاوها قلسة متحايخة من جديد وقليلة لكن ريت نفوسهم على بعضهم هذين هم اللي بيقودوا ليبيا هذا هو الجيش الوطني للقصة الطويلة عريضة ريت كيف نفوسهم ورييت كيف يدقوا في بعضهم يعطوا في الحقائق لا خلق منه هذا كذاب هذا هرواك والله ما في يده حاجة هذا غير حدا قاعد في آخر الصفوف قادي يوشوي في اللحم وياكل هذا قاعد نجيته وندير له وندير له وقال له قريب نجيل بنغازي قال للمو أرواحنا لما كويسة ونجول بنغازي اش رايك ما عاد في الكلام يا عرب بنغازي ما زال الراجل يبيلم روحها هذا اللي جاء من قبل وصب على جزيرة من غادي وقال اللي اللي يسير في بنغازي راه الجيش هذا مش تقولوا فرج ولا كذا لا والله منعفوك اللي انتهي بصاحب والله يسير فرج على قولة الشاب هضاي عمي فرج ولا مخصك منها خاص تراجل بدوي وتفهم في الامور الدماء اللي سالت في بنغازي ولا مخصك منها خاص ضرت ولا نزلت لكن احسن حاجة المعلومات اللي يورهن وهم هاكي قيادة جيشه وجبنال كم المرة اللي فازت الناطق الرسمي باسم قوات الجيش كيف وره حتى هو وريته حتى هذا كيف شن قال له؟ قال له والله العظيم يحكي على النظور يا هذرا تراج اللي يسمسر في الشباب لو طوي يدير في عقود ويشري في حواشين في مصر هو وجروشي كلام عايب اللي يديروا فيه اش رايك امعد؟ هو وجروشي قال لك يسمسروا في الشباب الفلوس اللي بيعطوه للشباب بيأخذوهن يعدوا يشروبين اراضي وحواشين هم اللي قالوا على بعضهم امرا مش نحنا احنا ما نكذبوش عليهم بينهم وبينهم ربي سبحانه وتعالى آهم جماعتم زيتهم في دقيقهم النواب يحكوا عن النواب والعسكرية يحكوا على العسكرية شن رايك امعد في الكلام؟ كل واحد يحكي على الاخر هذه الشلة المباركة اللي تب تدير حل في المنطقة الشرقية تب تدير حل في ليبيا كلها تب تدير حل ليبيا كلها ارجو ان الكلام هذا ما يمشيش علينا عفوية لازم نفهموه بالزبط هذا احد قادة المحاور هذا اللي من قبل قلتها كم هذا اللي من قبل قال ما عندناش لا شيش لا شي فتات ولا ولا لو لا فزعت عرب بنينة قال وسميناه في اذا كل وقت جيش الفزعة قال لو لا فزعت عرب بنينة رانا اقطعنا قال رانا اقطعنا كيف ما ام اقطعين توا بالمناسبة توا والله قبل نختمها شن اخبار كم نهي ماذينا شلط كويسو والله نحن نتمنوه شلطي اكثر بيجي خف حقنا الدماء نفتكوا منكم ويخف حقنا الدماء وترجع بنغازي الهلاء باذن الله تعالى ننسى الله سبحانه وتعالى ان يحقن دمائنا ننسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك في ثوارنا ابطالنا اللي محافظين على مدينتنا محافظين على عرضنا محافظين على ارزاقنا وجايك من خير ان شاء الله على قولة اذكر راجل جايك من خير ان شاء الله الايام الجاية جايك من خير ننتعفو خير نسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مدينتنا وان يحقن دمائنا نقول في اخر كلامنا نستودعكم الله الذي لا تضع ودععه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليت الريح عليت الريح عليت الريح السداف الصبر الصبر هو مش داف لا 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 تغيروا مجرى الله يا ربا لا تغيروا مجرى كيف ما بدت كيف ما بدت كيف ما بدت رسوها قبل يغير ويودع شهي الله يا الله وصانا وصار مهما صار من جد وجديد لا تبيعوا متنية غياء موسيقى 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 اشتركوا في القناة